هل تريد الحياة الأبدية؟ ردد معي هذه الصلاة قال يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله قال يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ثم قال يسوع أيضا أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ثم قال يسوع ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أن المشكلة الكبرى والخداع الأكبر أن إبليس بيعمي أبصار الناس عن اكتشاف الحقيقة وعن اكتشاف الحق من خلال يسوع المسيح يسوع المسيح مميز لا مثيلة له صعب أنك يتقارنه بأي شخصية أخرى تخيل معي هذه الوعود لم يذكرها أي شخصية لا نبي ولا عظيم أنه يعطي هذه الوعود بالحياة الأبدية إلا يسوع المسيح المشكلة أحبائي أنه الناس مش عاوزة تقرأ الكتاب المقدس عاوزة تعيش بالخداع وعيونها غير مبصرة مع أنه الفكرة بسيطة جدا اقرأ كلمة الله اقرأ العهد الجديد وأنا متأكد لابد أن تتغير حياتك وعد يسوع المسيح بالحياة الأبدية فالسؤال هل تريد الحياة الأبدية؟ إن يسوع المسيح واقف على باب قلبك ويقرع الآن افتح قلبك له مكتوب أحبائي لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص هذه محبة الله اللي ظهرت لك من خلال يسوع المسيح مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا هل في شخص ضحى من أجلك أو مات من أجلك أو قال أنا بحبك اسمع ما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحده نفسه لأجل أحبائهم بس في مشكلة وهذه المشكلة هي مشكلة الخطيئة مكتوب لأن أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياء أبدية بالمسيح يسوع ربنا هذا الخلاص هو من خلال موت المسيح الكفاري البديل عنك وعني على الصليب وتبررنا من خلال قيامته من بين الأموات لأن المسيح حي فنحن أحياء ونلنا الحياة الأبدية وهذا يتم عن طريق قبولك ليسوع المسيح وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه أحبائي الله بحبك الله دبر خطة فداء خطة خلاص من أجل خلاص نفسك من أجل أبديتك حاول الإنسان بشتى الوسائل لكنه فشل لأن مكتوب ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس مكتوب بالنعمة نعمة الرب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد حاول الإنسان بكل الوسائل لكنه فشل شو رايك اليوم نقبل تدبير الله والمبادرة الإلهية من أجل خلاصك وأنا متأكد إذا أجيت بالإيمان للرب يسوع المسيح معترفا بخطيات وتائبا وراجعا إلى الرب وواثقا بالإيمان أن الله سيعطيك الحياة الأبدية وهذا هو وعد الرب فالسؤال هل تريد الحياة الأبدية؟ هل تريد أن يكتب اسمك في سفر السماوات؟ هل تريد ضمان الحياة الأبدية؟ وهل تريد أن تعيش للمسيح؟ يعني متأكد من خلاص نفسك ولو في أي لحظة بطرفة عين لا سمح الله بصير معك أي شيء أنت عارف أن أبديتك ومصيرك هو مع الرب يسوع المسيح والسؤال هل تعلم ما هو مصيرك؟ إذا لا سمح الله صار فيك شيء اليوم أو متت في هذا اليوم شو ممكن يصير معك؟ من اليوم من ساعات قليلة وصلني خبر أنه ابن عمي مات ولسه عمره 69 سنة فإذا الموت يأتي على الجميع والموت يأتي مفاجئ والموت لا يرحم كل إنسان لابد أن يواجه الموت وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة لابد أن تواجه الله فهل تريد الحياة الأبدية حتى تواجه الرب بثقة، بيقين، بإيمان عالم أنه عندك حياة أبدية خليك معي وصلي هاي الصلاة صليها من كل قلبك يقوله يا رب يسوع صليها عيد هذه الصلاة يا رب يسوع أنا جايي لك مثل ما أنا أنا باعترف بكل خطاياي سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم صليها، قل له يا رب يسوع أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون أنت ربي وسيدي ومخلصي وملكي بدعوك حتى تكون على عرش قلبي وحياتي يا رب يسوع يا رب يسوع املأني بروحك القدوس أعطيني أن أشهد عنك وأشكرك من أجل وعدك وضمانك للحياء الأبدية أنه لن يهلك إلى الأبد ساعدني يا رب في برية هذه الحياة وعطيني أكون ابن أو بنت مقبولة عندك أنت ربي أنت إلهي أنت مخلصي أنت ملكي وصلي باسم الرب يسوع آمين إذا صليت من كل قلبك تأكد أنه الله بيغفر الخطايا مش على أي استحقاق فينا لأجل استحقاق دم المسيح وإذا أنت صليت هاي الصلاة تأكد أنه رح أنت صرت ابن أو صرت بنت للرب مثل ما اقتبست الآية وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه أيضا أنت صرت خليقة جديدة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا وتأكد أنه ملائكة السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب ونسمع صوت الإلهي ابني كان ميتا فعاش كان ضالا فوجدا أشكر رب على هذا الخلاص لأن الشيطان رح يجي يشككك في هذا الاختبار ابتدي اقرأ بكلمة الرب ابتدي صلي يوميا احضر اجتماعات روحية وتغزى على معرفة الرب الرب يحميك والرب يباركك وإذا الرب لمسك وصليت من فضلك جملة بسيطة اكتب أنا صليت معك هذه الصلاة حتى انتابع معاك بشكل روحي وكمان اعمل شير شارك هذه الرسالة مع الآخرين حتى أكبر عدد ممكن ينال الحياة الأبدية والرب يكافأك ويباركك على هذه الخدمة ربنا يكون معك شكرا للمشاهدة